لبنان حيث أعلن الرئيس ميشيل عون موفقة بلاده على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بالفعل كما كان متوقعا ومنتظرا عمليا حيث اعتبر الرئيس عون في كلمة وجهة للبنانيين أن هذا الاتفاق إنجاز تاريخي من شأنه إزالة العقبات أمام استثمار الموارد الطبيعية للبلاد أعلن موقف لبنان بالموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي عهد الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية انتظار توقيع النصوص اللازمة من الجانب الأمريكي نبقى في لبنان حيث أخفق مجلس النواب في عقد جلسة خاصة ثانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية على خلفية مقاطعة تيار الوطني الحر الذي اعترض على توقيت الجلسة بالفعل أفدت مراسلة العربي بأن الجلسة كانت مقررة الخميس لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان تعتبر مسألة مهمة في الحياة السياسية منذ عقود نظرا لارتباط هذا الاستحقاق بالعديد من القضايا والتوازنات والظروف الداخلية والخارجية كذلك في لبنان وصلت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى العاصمة اللبنانية بيروت في إطار دعم باريس لاستمرارية عمل المؤسسات الرسمية اللبنانية رشيد وفقا لبيانة للخارجية الفرنسية فإن كولونا ستجري مباحثات مع رؤساء الثلاث وستشدد على ضرورة تجنب الفراغ الرئاسي وضرورة تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات واعتبرت الخارجية أن ولادة الحكومة الجديدة هو الممر لإخراج لبنان من أزماته التي يعاني منها وتنضم إلينا من بيروت مراسلتنا جويس الحاشخوري جويس صباح الخير ومرحبا بك معنا في صباح جديد أبدأ ربما من إعلان الرئيس اللبناني ميشيل عون موافقة بلاده على ترسيم الحدود واعتبار هذا الموضوع إنجاز تاريخي ماذا يعني ذلك وكيف سينعكس الآن بعد هذا الإعلان على كل ما يتبع ذلك من إجراءات تتعلق بالحقول النفطية تتعلق بالاستثمار وكل ذلك صباح الخير بطبيعة الحال لبنان سينتظر كما قال ميشيل عون بالأمس توقيع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل على هذا الاتفاق ليصار أيضا إلى توقيع من قبل الجانب اللبناني فور توقيع الأطراف جميعا يمكن لشركات التنقيب عن النفط تحديدا شركة توتال أن تبدأ بالعمل ولأجل ذلك يمكن القول أن فريق عمل توتال في بيروت بدأ بوضع اللمسات الأخيرة مع السلطات اللبنانية مع وزير الطاقة ومع رئيس حكومة تصريف الأعمال لوضع اللمسات الأخيرة على التحديرات اللوجستية من أجل البدء فور انتهاء عملية التوقيع وفور أن يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول ولكن قبل ذلك هناك مسار طويل وإن بدأ عمليا التنقيب عن النفط بحسب الخبراء وهناك مسار طويل لهذه العملية وبالتالي لبنان لن يتمكن من ملاحظة أو من أن يستخدم هذا الإنجاز عمليا على أرض الواقع للخروج من أزمته الاقتصادية في القريب العاجل ولكن المواقف الدولية هي لافتة في هذا الإطار إن كان من الدول الأوروبية أو من الولايات المتحدة التي تقول أنه في الأيام والأسابيع المقبلة سيبدأ لبنان بالتحسن على الصعيد الاقتصادي والمالي وهنا يعني ذلك أن هناك المزيد من المساعدات التي كانت مرصودة للبنان والتي كانت قد توقفت بسبب إما ما تقول الدول المعنية والدول المنحة إنه فساد وضرورة إصلاح وذلك بالتالي اليوم ربما هذا هو المدخل من خلال توقيع الترسيم ليعودت هذه الأموال إلى لبنان يحكي أيضا عن استثمارات كبيرة ستشهدها البلاد تزامنا مع بدء أعمال شركة توتال إن كان في منطقة الجنوب وإن كان في العاصمة اللبنانية بيروت نعم بالإضافة إلى هذا الموضوع جويس موضوع ترسيم الحدود موضوع آخر سياسي كذلك يشغل اللبنانيين والعالم بطبيعة الحال عندما نتحدث عن فراغ سياسي مرتقب سواء على مستوى الحكومة أو كذلك على مستوى رئيس الجمهورية فرنسا جويس كالعادة تسارع بالتواجد في لبنان حالما تكون هناك أزمة أو بوادر أزمة يعني وزيرة الخارجية تصل إلى بيروت وزيرة الخارجية الفرنسية لماذا؟ ما هي أوراق الضغط الفرنسية التي ممكن أن تلعبها فرنسا من أجل محاولة الخروج بلبنان من هذا الفراغ السياسي المرتقب بعد فشل الجلسة الانتخابية يوم أمس جلسة لم تدم لدقائق ثم رفعت لعدم اكتمال النساب بطبيعة الحال فرنسا تلعب دورا في لبنان ولكن في السنوات الماضية تحديدا منذ انفجار مرفأ بيروت وزيارات المتتالية لرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون برز أن لبنان لم يعد يعتبر أن الجانب الفرنسي يمكن أن يفرض شروطه في مكان ما على لبنان ونذكر كيف هدد حتى الرئيس الأمريكي في مرحلة من المراحل السلطة اللبنانية بعقوبات وبحجز لأموالها في الخارج مقابل حلحلة ملف تأليف الحكومة في حينه وهذا الأمر لم يؤدي نتيجته بطبيعة الحال اليوم هناك مصلحة مشتركة إن كان لفرنسا وإن كان للبنان فرنسا لديها مصلحة من خلال شركة توتال في لبنان وأعمال التنقيب ولبنان لديه مصلحة مع شركة توتال أيضا من أجل إتمام عملية التنقيب وبالتالي هذه المصالح المشتركة قد تنعكس سياسيا بجمود إضافي اليوم ستلتقي أيضا الوزيرة الخارجية الفرنسية وفدا من حزب الله بعيدا عن الأعلام ولكن هذا الأمر ربما لن يعجل في عملية تأليف الحكومة ليس هناك من بوادر في عملية تأليف الحكومة وكذلك فيما يتعلق بالرئاسة اللبنانية الأجواء إن كان الداخلية أو حتى الإقليمية والدولية يقول المعنيون غير مهيئة لانتخاب رئيس أو حتى للتوافق على رئيس للبلاد وإن كنا قد شهدنا في الأيام الماضية من خلال بلف ترسيم الحدود البحرية محاولة تسويق لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من خلال اعطائه بعض الدور في هذا الإنجاز وإعادة الحديث عن الرئيس القوي وعن الرئيس ذات القاعدة الشعبية والإنجازات ولكن حتى هذه الساعة كما ذكرت ليس هناك لا توافق داخلي ولا ضوء أخضر ومصلحة خارجية لانتخاب رئيس جديد للبلاد نعم جويس الحاشخوري مراسلة التلفزيون العربي كنت معنا مباشرة من بيروت جويس سنتابع معك كل التطورات السياسية في لبنان في مختلف ثلاثين الإخداء